ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية أكد أن 140 ألف عامل مؤقت يستفيد من قرار الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة حتى 30 يوليو 2016 الجاري وذلك عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أضف بلال أن الحكومة بتشترط في تثبيت المؤقتين أن يكون قد مضى على خدمتهم ثلاث سنوات ويكون موقع على عقد مع إحدى مؤسسات الحكومة الخاضعة للقانون